مرحباً جميعاً، كيف حالك؟ أتمنى أنك بخير اليوم سنطور مهارة التحدث لديك لأن الجميع أو أغلب طلابي حقيقة يطلبون أن أكثف لهم أكثر العبارات والتحدث والأسلوب والمهارات لكي يتحدثوا باللغة الإنجليزية اليوم سنعطيها بطريقة مختلفة وسأحاول أن أصلت لك الضوء على أكثر العبارات والأسئلة والجمل التي تحتاجها إذا كنت جديد في قناتي وتريد أن تشاهد الفيديوهات السابقة اضغط أسفل الشاشة التي أمامك على قناتي ستظهر لك قويمة تشغيل في الأعلى اضغط على قويمة تشغيل ستظهر لك المستويات السابقة في مجموعة نحن الآن الـ Level 4 ابدأ من المستوى الذي يتناسب معك Let's get started خلونا نبدأ على طول حقيقة أنا أريد أن أعلمك أو أدرسك اليوم عن عدة طرق كيف تسأل عن الرأي How to ask about opinion كيف تسأل عن الرأي الرأي أنت تريد أن تسأل أحدهم ما رأيك بي يعني ما هو رأيك وهذه من الأشياء المهمة جدا Listen to me إسمعني هناك ثلاثة أسئلة للسؤال على الرأي أريدك أن تحفظها وتغير فقط الكلمة احفظ وركز على السر اللي أنا أعطيك إياه هم صحيح ثلاثة أسئلة It's true there are three questions But you can change them ممكن تغيرهم وتخليهم مئة سؤال عن طريق فقط تغيير الكلمات اللي هتحفظها بعدين من خلال دراستك اللغة الإنجليزية أو في فيديوهات اللي أنا سبق وشرحتها أو هشرحها الثلاثة الأسئلة هي What is your opinion أباوت واللي اختار أوف مفيش مشكلة ويضع الكلمة التي تريد أن تسأل عنها ما رأيك بالرياضة بالموسيقى ما رأيك بأخي What do you think of What is your opinion about How do you like أنا لما أضع لك النقاط هذه أي تغير الكلمة فيتغير معك السؤال بأكمله فتستفيد أنك تغير السؤال إلى عدة أشكال تحفظهم Again What's your opinion about What's your opinion about What do you think of What do you think of How do you like How do you like وضع كار سيارتي ماي كار بيتي أخي اللي تحب ما فيش مشكلة Number two المعلومة الثانية اللي هتسفيد منها في هذا الفيديو وتصبح المحادثة عندك قوية وإذا أردت أن أنا أكرر مثل هذه الفيديوهات اكتبوا لي في الوصف ستكون رائعة جدا أنا جربتها صراحة مع طلاب كثير واستفادوا منها وإذا أنتوا يعني وجدتوا أنا مفيدة بلقوني كيف تسأل عن تاريخ الميلاد وعن مكان الميلاد يعني أنت تحب تسأل عن تاريخ ميلاد واحد يعني متى تاريخ ميلادك بطريقة أخرى متى ولد وأين ولد where were you born where were you born أين ولد when were you born إذن where 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 were you born أين ولد when were you born متى ولد قد بالك أنه أنا أعطيك السؤال مع الإجابة إجابة السؤال الأول عن الرأي هي عبارة عن إجابة طويلة يعني مش قادر أعطيك الإجابة مثلا واحد سألك ما رأيك بمثلا أخي هذا أمر بسيط he's good he's bad he's attractive he's cute هذا الأمر يعني طويل لكن مثلا هنا كيف تسأل عن تاريخ الميلاد أستطيع أن أعطيك الإجابة where were you born I was born in واذكر الدولة التي ولدت فيها when were you born I was born in واذكر تاريخك 1996-78-1980-81 it's up to you الأمر يعود لك كيف تسأل عن التفضيل هذا النقطة الثالثة كيف تسأل عن التفضيل كيف يأش امر عن التفضيل هناك سؤال للتفضيل أيهما أنت تفضل كذا أو كذا وما هو مثلا لونك مفضل which do you prefer كذا أو كذا which do you prefer fish or meat English or French French language وأي شيء sport or music story American stories or Arabic stories وعلى هذا الحال لكن عندنا سؤال آخر وهو what is your favorite مثلا color ما هو لونك مفضل what is your favorite food what's your favorite وعلى هذا الحال ضع الكلمة تريدها بالنسبة للإجابة which do you prefer I prefer الإجابة I prefer كذا to كذا هنا ترجمة to معناتها على أفضل هذا على هذا what's your favorite color ما هو لونك مفضل my favorite color is blue مثلا أو غيره كما تحب what's your favorite food my favorite food is ضع الأكلة أو الوجبة التي تعجبك وطعامك الذي تفضله وهذه الأسئلة تحفظ وتغير الكلمات فقط طب كيف تسأل عن وقت محدد في الماضي يعني أنت تريد أن تسأل أحد ماذا كنت تعمل الساعة الفلانية هذا من اختصاص والسؤال هو what were you doing at ولا عندما حصل كذا when I called you when I visited you ماذا كنت تعمل في الساعة الفلانية أو عندما حصل شيء والإجابة I was وتذكر الموضوع في ال past continuous يعني يكون دائما في الماضي المسلم هو I was reading I was sleeping طب كيف تسأل عن الوقت بشكل عام هناك سؤالين عن الوقت what time is it ولا what's the time what's the time what time is it بس بسيطة حفظها زي كذا النقطة السادسة كيف تقترح عفوا الوقت تجيب عليه بسيط it's five o'clock it's six o'clock بسيطة أما number six كيف تقترح نريد أن نعلمك suggestion الاقتراح how to suggest how to suggest كيف تقترح هناك طريقتين إما أن تقترح وتقول why don't you why don't we وضع الفعل الذي تريده لما أنت لا لما نحن لا go play why don't you go to مثلا why don't you buy لما أنت لا تشتري أو هناك طريقة أخرى how about ولكن هنا تضيف للفعل ing فستصبح how about going to the park ماذا عن الذهاب هنا أضفنا لإنجي حتى تصبح الفعل كاسم how about going to the park how about مثلا eating fish ما رأيكم بأكل السمك بأكل السمك وعلى هذا الحال number seven كيف تسأل عن مخططات شخص في المستقبل وهذا يعني من اختصاص المفروض أنك تكون على علم أنه من اختصاص ال going to لأنه تعرفون أن ال will لغير المخطط وغير مؤكد لكن ال going to وهي تختص بالأمريكي وبالإنجليزية gana gana أنت إذا سألت أحد عن مخططات للمستقبل فقد تستخدم what ولا where ولا when ولا why ولا how long ولكن هتستخدمه مع going to فهنا هنا مواضيع كثيرة يعني مثلا قد تقول لأحدهم ماذا ستعمل غدا أو في إجازتك أو في نهاية الأسبوع فالسؤال what are you going to do at the weekend tomorrow يعني أو بالطريقة المختصرة what are you gonna do tomorrow what are you gonna do tomorrow what are you gonna do at the weekend أو where are you gonna go where are you gonna go where are you gonna where are you gonna اختصرها بهذا الشكل are you gonna ماذا مثلا stay هو يقول لك هو يقول أنه سيدة من الدولة الفلانية فتريد أن تقول أين ستمكث أنت تريد أن تسأله أين ستمكث where are you gonna stay تريد أن تسأله كما المدة التي ستمكثها هناك how long هو المتخصصة للمدة how long are you gonna stay there how long are you going to stay there how long are you gonna stay there why why are you gonna go there لماذا سوف تذهب إلى هناك why are you going to play فوتبول لماذا سوف تلعب كرة القدم غدا يعني على هذا الحال who are you going to meet من سوف تقابل هذه كلها للمخططات طيب كيف تسأل عن المدة نحن الآن سألنا عن المدة how long are you going to stay في المستقبل لو ردت تسأل عن المدة في الماضي كم مكث كم بقيت كم درست فالسؤال سيكون how long did you stay how long did you study وتضع الفعل في الماضي وتحدد المدة yesterday last week وتحدد المكان in كذا كذا طيب كيف تسأل عن المدة للوقت الحالي يعني زي ما نقول نحن باللغة العربية الفصحة منذ متى وأنت كذا كذا باللغة العامية قديش صار لك أو قديش بالمصر قديش بقى لك أو بقى لك يعني انتوا شوفوها كيف تترجموها كل واحد على حسب لك أنتوا تعذروني يعني أنا ممكن تقريبا هذا أكثر شيء بعرف يعني اللغات العامية تبعهم لكن باللغة العربية فصحة منذ متى وأنت تدرس منذ متى وأنت تنتظروني منذ متى وهي نائمة منذ متى وهم يتحدثون منذ متى منذ متى السؤال المحدد لهذا الموضوع How long have you been How long have you been sleeping How long have they been talking منذ متى وهم يتحدثون How long has she been writing منذ متى وهي تكتب على هذا الحال هذه كانت تقريبا عشر معلومات رائعة جدا احفظها حتى تطور التحدث لديك وأتمنى إذا أردتم تشاهدوا مثل هذه المواضيع أن تكتبوا لي في التعليقات أنا في خدمتكم لا تنسى نشارك الفيديو واللايك وتشير الفيديو مع زملائك شكرا شكرا حظا وفقا ونراه حسنا شكرا شكرا وأنا أقول لك أن هناك أسرار ومعلومات من خلالها ستجعل هذا الجبل الذي تراه أنه كابوس في حياتك وكلمات هي التي أوقفتك عن تعلم اللغة الإنجليزية أنه يمكن حل هذه المشكلة وتدليلها وجعلها سهلة جدا ركز معي أنا في فيديو سابق يعني تحدث أو تحدثنا مسبقا أنه ممكن أن نحول الفعل إلى اسم عن طريق ستة حالات إما أن تضيف للفعل ER أو OR أو تضيف للفعل SHIN أو MINT أو ENC أو ING أو NIS فتصبح هذه أو هذه الكلمات التي أمامك وتتراها أو إذا أنت وجدتها فتعرف أنها اسم فواحد يقول أنا مش فهم إسم كيف يعني اسم يا أستاذ مراد اسم بمعنى EDUCATE يتعلم EDUCATION التعليم إذا وجدت كلمة مثلا KIND هذا صفة KIND مثلا لطف KINDNESS اللطف فعرف أنه NIS إذا وجدت أو SHIN أو MINT أو ENC فإذا واحد قال لك IMPORTANT مهم The IMPORTANCE الأهمية فاخذ بالك من هذه المعلومات لأنه هتساعدك عندما تعرف أن هذه معناتها أهمية غير مهم التعليم غير يتعلم التعليمي متعلم هذه نقاط جدا مهمة هذه تحدثنا على في المسبقا وهي كنوع المراجعة وتحدثت أيضا أن الفعل إذا أردت أن تحوله إلى صفة تضيف للفعل هذا ED بحيث أن يكون في التصريف التالث وقد يكون غير ED الفعل في حالة التصريف التالث فنصف فلان أنه يعني it's gone gone يعني ذهبت راحت خلاص انتهت it's gone فهي go wind gone فاستخدمنا التصريف التالث وليس فقط أن تضيف ED في حالة الماضي لا مش في الماضي هي في حالة التصريف الثالث المسألة معقدة وعلى هذا الحال منتهية أو انتهت وكذلك نضيف للفعل أيضا less وهنا تجعل الكلمة عكس يعني كيرليس كما قلنا غير مبالي وويرلس وفيرلس طيب موضوعنا اليوم كيف نحول الصفة إلى ظرف وهذا أمر بسيط جدا قد يعرفه البعض وهو عن طريق إضافة اليواي إلى الصفة طبعا أغلب الصفات بس هناك استثناءات يعني واحد يقول أو شي خليني نعرف كيف نضيف اليواي عندك كويك سريع كويكلي بسرعة سلو بطيء سلولي ببط وعلى هذا الحال يعني انت هتمشي على نفس الطريق هذا أو المنوال هذا باد بادلي كيرفول كيرفولي وعلى هذا الحال كيرفول حذر كيرفولي بحذر طبعا مش كل الصفات هناك مثلا مثل فاست فاست هناك مثلا جود ويل مش كل الصفات يضيف لها اليواي هناك استثناءات ولكن الاستثناءات هذه قليلة جدا طيب سننتقل أيضا كيف نحول الاسم إلى الصفة وهذا هو الذي أريدكم تركزوا معي فيه اليوم تحويل الاسم إلى صفة إما يعني أنك أنت تضيف كلاحة فل أو تجد آل مثلا أو أو تجد آي في إي يعني هذه الأشياء إذا وجدت أنت في آخر الكلمات فاعرف أن هذه الكلمة صفة عيد يا أستاذ مراد أنا بقول فل آل آي في إي وإي إذا وجدت في آخر الكلمة فاعرف أن هذه الكلمة صفة أعطينا أمثلة أستاذ مراد عندنا مثلا بيوتي بيوتي هو الجمال لكن بيوتي فل عندما أضفنا فل أصبحت صفة جميلة عندنا كير اهتمام أو عناية كير فل صفة أنه يعني حذر أو مهتم ساكسز ينجح ساكسز I will ساكسز إن شاء الله سأنجح فأنا ساكسز صفتي أنني ناجح wonder يتعجب أو يتساءل أو عجيب تمام لكن wonderful شيء عجيب ومدهش وعلى هذا الحال أستطيع أن أنا أحول كلمات من الأفعال من الأسماء إلى الصفات أيضا عندنا الآل مثل conversation محادثة لكن conversational محادثة على شكل محادثة I have conversational مثلا فيديوز عندي فيديوهات محادثية تتحدث عن المحادثة أيندنا نركز والآن نخرج بنتيجة educate يتعلم education التعليم educated متعلم educational تعليمي educationally بشكل أو على نحو تعليمي اللي أريدك منك أو تفهم أو تركز عليه أنك تعرف تميز أنه educate فعل لا يجد فيها أي إضافات لكن هنا في الكلمة الثانية وهي education هناك شن فهذه الكلمة اسم لكن educational هناك أو فهذه الكلمة صفة فمعناته تعليمي وعندنا educated هناك ed في هذه الصفة وفي الغالب تصف الأشخاص يعني الفرق ما بين الصفة هذه والصفة هذه أن ed في الغالب تصف الأشخاص مش دائما ولكن على الأغلب يعني وعندك أيضا educationally هناك l y فهذه الكلمة ضرف أو حال فلابد أن تعرف أن تميز ما بين هذه الكلمات لو ركزت إخواني الكرام السر في هذه النقطة أن أصل الكلمة هو واحد وهو educate استخرجنا منها خمسة أو ستة فروع فأنت يعني من خلال هذا الدرس أو من خلال هذا الفيديو وكأننا يعني اكتشفنا كنز أن الكلمة التي عندك لو كان عندك ألف كلمة ستصبح عندك خمسة ألف كلمة عن طريق تحويلها ننتقل أيضا عندنا موضوع مثلا مثل respect يحترم يحترم أنا I respect you أحترمك فأنت you are respected محترم وأيضا إذا أردت أنك تعرف أن respect هذه أيضا هي فعل وإسم اللي مش عارف الموضوع هذا لكن respectful أيضا بشكل احترامي أو محترم عندنا argue argue يجادل argument جدال argumentative اللي هو جدلي وrespective هذا he is respective هو محترم أول كنا respect وrespective محترم وrespected أيضا محترم ونفسهم يعني هم صفتين عندنا أيضا reason سبب reasonable سبب معقول كلمة able أو ثلاثة الحروف والأربع الحروف هذه a b l ا الأربع حروف إذا أضيفت إلى آخر الكلمة فتعني أنه يمكن أو يمكننا أن نقبله فreason سبب reasonable سبب معقول مثلا manage يدير manageable يمكن التحكم أو يمكن إدارته من كلمة أيضا manager شوفي يركز manage يدير manager المدير manager manageable manageable يعني يمكن التحكم فيه من كلمة able عندك مثلا كلمة believe يصدق believable يعني يمكن تصديقه أنا ممكن أصدقه ممكن تجعلها unbelievable لا يمكن تصديقه وهذه كلمة أن تأتي أيضا تعكس الكلمة وهندخل في مواضيع أخرى سأجعلها في فيديوهات أخرى حتى لا تتخربطوا أتمنى أن يكون درسا اليوم فإن شاء الله سأدمج هذا الدرس مع الفيديو السابق وأنزلوا مرة واحدة للذي يحب أن يشاهد الموضوع كامل طبعا أنا أحاول أعمالها بشكل مجزء للأشخاص الذين يشتقون من مشاهدة الفيديوهات لا يعجبهم فيديوهات الطويلة فسأجمع عليك إياها إن شاء الله في فيديوهات لكن سأجعلها مقسمة ثم أجمعها فإتصاب لأمر يعود لك تريد أن تشاهدها بشكل منفصل أو معا إتصاب لأمر يعود لك إذا أردت أن تشاهد يعني فيديوهات السابقة اضغط تحت الشاشة التي أمامك اضغط على قناة تعلم الإنجليزي مع مراد ثم يضغط في قوام التشغيل ستظهر لك جميع الفيديوهات السابقة مجمعة في دروس المستوى الأول الثاني الثالث الرابع ونحن شارك الفيديو ولا تنسى أن تفعل الجرس واللايك حظا مرفقا أراكم قريبا مع سلامة الله اشتركوا في القناة أشهر العبارات المتكررة في بيئة العمل الكثير من الناس يعني حقيقة لغتهم الإنجليزية ضعيفة ويقول يا أستاذ مراد أنا عندي وظيفة قبلوني أو عندي تجربة لكن لغة الإنجليزية ضعيفة فأحتاج بعض العبارات بعض الجمل حتى تساعدني أن أفك الخط أنا ما عندي وقت أن أدرس وأنا الآن ورطان وباختصار كذا أستاذ مراد أنا في الوسط في وسط الموضوع فاهمني ساعدني هعطيك عبارات بسيطة ومتوسطة تمام؟ حاول تعتقد هذه العبارات ستفيدك إن شاء الله كثير كثير ما نقول I'm at the office أو he's at the office هو في المكتب كيف تلان؟ he's in the office he's with the boss with his boss المدير العمل أو رئيسك في العمل يسمى boss طيب والفضلة بين manager لا manager ممكن يكون general manager أو يكون sales manager مدير مبيعات marketing manager طيب he's with the client ولا customer هو مع الزبون أو العميل تدرب على نطقها customer customer client client boss boss أنا إذا مثلاً يقول لك هل عندك مقابلة أو أنا عندي مع مقابلة I have an end review with a candidate أنا عندي مقابلة مع متقدم لوظيفة I'm sorry for interrupting I'm sorry for interruption كلاما صحيح أنا آسف على المقاطعة إذا أردت أن تقاطع شخص تشوفوا بيتكلم المدير أمامك فتريد أن تقول أنا آسف على المقاطعة but I want to ask you أو I'd like to ask you أو أود أن أسألك أو I have a question I'm sorry for interrupting I'm sorry for interrupting I'm sorry for interrupting آسف على المقاطعة إذا أردت أن تقول لو أنا عندي اقتراح جيد I have a good suggestion I have a good suggestion Suggest 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 يقترح ممكن تقول I suggest أنا أقترح أو تقول I have a good suggestion عند اقتراح جيد واختراحك ممكن تكمل وتقول Why don't we لما نحن لا وتكمل اقتراحك ما هو إذا أردت أنك تقول أنا غير مهتم بالشيء الفلاني أنا مش مهتم بالوظيفة ومش مهتم بالراتب I'm not interested in I'm not interested in واذكروا شيء إلا أنت مش مهتم فيه إذا أنت بتفكر مثلا بنقطة معينة وأردت أن تقول لهم أنا أفكر بي I'm thinking of sending an email أنا أفكر إن أنا أرسل email to كذا كذا وتبدأ تكمل حوارك I'm thinking of buying I'm thinking of meeting أنا أفكر بمقابلة السيد كلان لنناقش معه or to resolve the issue لنحل القضية أو the problem المشكلة طبعا أحيانا يسألوا في العمل did you get my email هل وصل لك email did you get my email فتقول لهم مثلا yes so please reply أرجوك رد أو قد يقول لك في email يرسلك في email يقول لك مثلا reply as fast as you can يعني رد بأسرع ما يمكنك أحيانا يرسلو لك في email please find attached يعني أرجوك جد المرفقات أحيانا بيصل لها للناس كثير email لا يقال أنهم أرسلو له مرفقات مع email وهي please please find attached وهي أرجوك إحصل أو إبحث على المرفقات وإفتح المرفقات اللي يبسنا لك مثلا صورة من العاقد أو صورة من شيء معين إذا أنت مشغول واتصل فيك شخص وتريد أن تقول أنه أنا مشغول الآن سأتعاود لك لاحقا I'm sorry I'm sorry I'm so busy now I'll call you back later I will تختصرها إلى أود عليها I'll call you back later I'll call you back later إذا أردت أن تقول أو تسمح أن يقولون في الشركة نريد أن نوظف شخص معين We need We need to hire someone نحتاج أن نوظف شخص ما to عشان يقوم بالعمل فلاني to print to type to fix to translate لكي يترجم على هذا الحال إذا جاء شخص من سفر فيروح يقولوله الحمد الله على السلام فيقولوله Welcome back Welcome back إذا أردت أن تقول عبارات سأعمل كل ما بوسعي إن شاء الله عشان أرضيكم أو أرضي عملائي أو أرضي كذا أو أخليك راضي عني يا مديري فستقول I'll do my best هذه الوحدة معناتها سأعمل كل ما بوسعي وممكن تكتفي بها I'll 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 do my best سوف أعمل كل ما بوسعي اختصال لأي ولي ممكن تكملها I'll do my best to make you pleased to make you satisfied سأعمل كل ما بوسعي أجعلك مبسوط وسعيد أو راضي satisfied عندما تقول أنا عندي اجتماع مع المدير العام نائب المدير العام مع مثلا المدير التنفيذي فتقول We have احنا عندنا أو I have أنا عندي a meeting I have a meeting we have a meeting with the deputy general manager مع نائب المدير العام deputy deputy نائب deputy general manager أو مع chairman الكل في الكل أو the executive executive manager مع المدير التنفيذي عندي اجتماع معهم I have a meeting with I have a meeting with إذا أردت أن تقول سيكون هناك اجتماع في مدينة مثلا كذا سيدني في دبي في الشهر الفلاني ستقول there will be there will be a conference there will be a conference وستطيع أن تغير conference إلى اجتماع there will be a meeting there will be a meeting في أتحدد التاريخ أو المدينة in سيدني in دبي in 2020 أو مثلا في الواحد والعشرين يعني لازم تغير كيف تقرأ التواريخ في 21 ديسمبر مثلا 2020 تقرأها 21 لا تقول 21 21 هكذا تقرأ التواريخ 21 22 23 وبعد تذكر الشهر ديسمبر نوفمبر بعد تذكر السنة 2020 2020 2020 واحد يقول بالله عيد من موضوع التاريخ التاريخ 21 22 23 يقرأ 21 22 23 24 24 25 26 التالث الرابع والعشرين الخامس والعشرين من شهر يانيوري فبرواري مارش أبريل ماي جون جولاي أوغسط نوفمبر أكتوبر ديسمبر ثم تذكر السنة لا بد أن تعرف تقرأ التاريخ لأنه ممكن أن تتقدم ونت بتتكلم عن قولك متى عملت في المكان الفراني التاريخ هناك عبارة دائما تقول العميل أو الزبون دائما على حق كيف تقولها بالانجليزي Customer is always right Customer is always right أصل right أنت تقول لأحدهم You are right أنت على حق He is right هو على حق إذا أردت أن تقول لأحدهم نحتاج توقيعك لو سمحت Excuse me We need your signature Signature الفعل منها Sign يوقع إذا أردت أن تقول لأ أريدك أن توقع هنا Excuse me I want you to sign here please I want you to sign here please لكن أحتاج توقيعك Excuse me I need your signature Signature please إذا أردت أن تقول لأحدهم أنت يجب عليك أن تقدم طلب فستقول له You have to submit Submit يعني تقدم An application An application Application وهو الطلب إذا You have to submit An application عليك أن تقدم طلب أحيانا أقول لك Where is your application أين هو طلبك تمام Did you submit An application هل قدم طلب وعلى هذا الحال هذه عبارات كثير ما تتداول إذا أردت أن تقول المدير لم يوافق The boss did not agree The boss did not agree طيب إذا أردت أن تقول هو غائب هو في إجازة بتسأل على الموظف الفلاني فتقول He is absent He is on vacation He is not here He is on vacation الغائب تقول عليه absent واللي في إجازة تقول عليه He is on vacation Vacation طبعا إذا أردت أن تقول والله الموظفين أو اللطاقم العمل يحتاج إلى تحفيز فستقول The staff The employees need motivation Motivate يحفز Motivation التحفيز إذا أردت أن تتحدث مع الشخص ممكن كلمة ممكن كلمة فستقول Excuse me Can I have a word with you? Can I have a word with you? ممكن بس كلمة معك هذه إبارات جدا رائعة I'm at the office I am with the boss a client a customer I have an interview with a candidate I'm sorry for interrupting and as I have a good suggestion I want to suggest that I am interested in I am not interested in I am thinking of traveling أنا أفكر بالسفر إلى المكان الفلاني Did you get my email? هل وصل لك emailي? When will you reply? متى سوف ترد علي? Please find attached أرجوك جدا المرفقات التي أرسل لك في الإيميل I'm so busy I'll call you back I need to hire someone or we need to hire نريد أن نستأجر شخص ما ليعمل معنا في الوظيفة الفلانية Welcome back الحمد لله ع السلام I will do my best سأعمل كل ما بوسقي to make you satisfied لأجعلك راضيا عني we have a meeting with معانا مقابلة مع deputy general manager ولا with the HR manager ولا مع مديرة شركة الفلانية there will be a conference سيكون هناك مؤتمر ولا meeting مقابلة customer is always right العميل دائما على حق we need your signature نحتاج توقيعك we need you to sign here نحتاجك التوقيع هنا we have to submit you have to submit يجب عليك أو يجب علينا أن نقدم submit an application طلب للمدير العام أو لكذا كذا the boss did not agree he is on vacation هو في إجازة the staff or the employee needs يحتاج إلى motivation إلى التحفيز so please motivate them حقزهم can I have a word with you ممكن نحصر على كلمة معك thank you very much شكرا جزيلا لكم إذا كنت جديد في قناتي لا تنسى الاشتراك وتشاركة الفيديو مع زملائك حتى يستفيد منه الجميع يحتاج هذه المعلومات حتى يستفيد منك العمل إذا أرادكم هنتكلم على أسماء الوظائف أسماء المهن أسماء المدراء لما تقول مدير فلاني أو القسم الفلاني وسيكون الأمر very easy سهل جدا دعونا نبدأ مباشرة طبعا عندنا كلمات سأعطيك إياها الآن وهي باللغة العربية ونريد أن نحول اللغة الإنجليزية كيف تقول مثلا مدير الموارد البشرية أو موظف الموارد البشرية سندرس الحالتين يعني إذا أردت أن تقول هو موظف في الموارد البشرية أو هو موظف محاسب أو في قسم المحاسبة هذا كله سنأخذه إن شاء الله طيب الموارد البشرية هي عادة ماذا تعني يعني معناها باللغة الإنجليزية إيش تختصر إلى HR والH اختصار ل Human والR اختصار ل Resources Human Resources الموارد البشرية باللغة العامية الذي لا يفهم مع الموارد البشرية هي يعني تختص في الموظفين المدير الذي يختص بجميع الموظفين في جهة معينة في شركة أو مستشفى أو غيره فتسمى HR HR Manager مدير الموارد البشرية HR Manager يعني Human Resources Manager لكن هم يختصرون إلى HR Manager التوظيف ماذا نقول بالتوظيف؟ التوظيف عندنا Employment Employment التوظيف أو Recruitment أيضا تعني التوظيف المحاسبة عندنا Accounting Accounting هذه المحاسبة لكن وظيفة الشخص عندما نريد أن نقول هو محاسب He is an accountant He is an accountant طيب الاستقبال هو الريسبشن لكن موظف الاستقبال نفسه نسميه Receptionist He is a receptionist Receptionist الإدارة الإدارة عندما نقول هذه هي الإدارة فعندنا أكثر من كلمة منها Management وهي الأفضل من كلمة Manager المدير فهو مدير He is manager وظيفته فهو يعمل في Management في الإدارة أو أيضا عندنا Administration Administration أيضا تعني الإدارة الإنتاج Production إذا أردنا أن نقول أن فلان الشخص الفلاني هو مدير الإنتاج عندك طريقتين إما أن تقول He is a production manager أو He is a manager of production يعني أنت عندك طريقتين إما أن تضع مش فقط في production حتى في مدير المحامل أو مدير التوظيف أو مدير الاستقبال عندك طريقتين إما أن يتضع of وتنطق بال-V وليس بال-off of بين كلمتين فتقول مثلا وهذه أشبه للطريقة العربية مدير كذا يعني manager of وتضع مدير الإنتاج manager of production مدير الاستقبال manager of reception مدير المحاسبة manager of accounting أو تعكسها وتزيل أو يعني تلغي استخدام of فتصبح كما أخبرتكم مثلا HR manager وتصبح accounting manager reception manager production manager وعلى هذا الحال طبعا عندنا التسويق وتعني marketing ومدير التسويق marketing manager المبيعات sales sales المبيعات sales manager مدير المبيعات أو manager of sales طيب يا أستاذ مراد أحيانا لا نقول مدير أحيانا نقول مسؤول يعني أنا مش حبي أنا مش حبي أدخل معكم في التفاصيل الفرق ما بين مسؤول ومدير لكن أنا أعطيكم المعاني وبعد كذا أنتوا تدخلوا في التفاصيل لوحدكم بالنسبة المسؤول هي officer officer معناها مسؤول يعني لو أرأت أن تقول مسؤول الإنتاج مسؤول التسويق مسؤول المبيعات marketing officer sales officer وعلى هذا الحال production officer طيب المالية finance finance هي المالية طيب المدير المالي لابد أن تحول المالية إلى صفة فتجعل finance إلى financial manager financial manager تصبح مدير مالي طيب العمليات operation operations operation طبعا كلمة عامة هي حتى إذا تقول أنا بعمل عملية لوز أو عملية في يدي هي operation كلها عمليات يعني طيب مدير العمليات operation operations manager مدير العمليات طيب الصيانة يعني في قسم الصيانة maintenance maintenance وضعها أنت مدير أو مشؤول الصيانة maintenance officer as you like كما تحب طيب هذا قسم الاستيراد وقسم التصدير أو قسم الاستيراد والتصدير ركز معي الاستيراد هو import import التصدير export export import and export الاستيراد والتصدير طيب الصراف إذا كان عندنا صراف أو بيحول لك لواني exchanger exchanger والترجمة translation translation حين تكون في الشركة قسم خاص بالترجمة لأنهم عندهم وثاقة كثيرة ما بين أجانب أو حقود فتسمى قسمها translation الترجمة المشتريات طبعا الجميع يعرف أنها بعض يشتري لكن purchase purchase اللي هي المشتريات أو purchase اللي المشتريات وأيضا purchase هي نفسها بعض يشتري يعني ومدير المشتريات كما أخبرتك تستطيع أن تغيرها purchase manager أو manager of purchase مسؤول المشتريات purchase officer طيب المندوب المندوب كلمة كثيرة ما بنستخدمها وهي تنطق representative ركز على نطقها rip هذا الجزء الأول rip recent الجزء الثاني represent الجزء الأخير ttiv تجمحها كلها rip recent ttiv rip recent ttiv كلها مع بعض representative 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 تعود عليها لأنه بتحتاجها كثير أن تقول أنا مندوب إعلاني أنا مندوب لدى شركة كذا الفلانية ومندوب تسويق ومندوب مبيعات كثير ما بنحتاجها marketing representative sales representative medical representative مندوب طبي وعلى هذا الحال أمين صندوق الأمين الصندوق هو عداً يسمى treasure treasure أمين صندوق طبعاً أمينة صندوق طبعاً كما تعرفون هذه الصفات كلها التي ذكرتها والوظائف تأتي للرجل أو للمرأة treasure وهو أمين الصندوق طيب مسؤول الجودة الجودة هي quality quality ومسؤول officer quality officer quality officer طيب المشرف المشرف في الشركة الفلانية تقول عليه هو مشرف he is a supervisor 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 طيب الشؤون القانونية legal قانونية affairs شؤون legal affairs الشؤون القانونية legal affairs الشؤون القانونية طيب الشؤون المالية financial affairs financial affairs الشؤون المالية secretary security أو سكيرتيرة طبعاً security طيب مساعد assistant 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 طيب البوديغار ده الحارس الأمن security 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 طب مدير التطوير development manager or manager of development manager of development مدير التدريب training training manager training manager مدير المخازن المخازن stores stores manager stores manager or manager of stores طب المدير التنفيذي المدير التنفيذي executive 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 ركزوا على نطق هذه الكلمة أنه الكثير بيخطاف فيها اج نعم تبدأ يعني فيه جيم نعم اج executive 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 وتأتي قبلها an i am an executive انا مدير تنفيذي في الشركة الفلانية والdirector ايضا مدير وتأتي بمعنى مخرج he is a director تجد دائما بنهاية الافلام الامريكية directed by يعني تم اخراجها بواسطة المخرج الفلاني وديركتور ايضا المدير في الشركة الفلانية طيب مدير مشروع project مشروع project project manager project manager طيب مدقق الحسابات auditor 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 he is an auditor طيب ايضا عندنا محاسب اللي يمسك الدفاتر يسمو ايضا bookkeeper 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 وعندنا ايضا محاسب غير accounting اللي اخذنا عندنا cashier اذا ثلاثة كلمات عندنا للمحاسب اللي هو accountant cashier bookkeeper اما انينا صندوق فهو tringer كما قلنا سمسار البورصة الذي يكون سمسار في البورصة يسمى stock broker stock broker stock broker والمرابي او مقرض المال في البورصة bound broker طبعا مش حابة اتعمق اكثر من كذا اتمنى ان تكون هذه الكلمات او هذه الوظائف مفيدة لك واذا دخلت شركة او غيرها فقد يقولون لك اذهب الى مدير كذا او توقع الورق من المسؤول الفلان مسؤول المبيعات فتكون مدرك وملم لهذه الكلمات اذا انت جديد في قناتي الجديدة القناة الثانية للاستاذ مراد لا تنسى الاشتراك وتشاير الفيديو مع زملائك واذا اردت ان تشاهد قناتي الاولى وانت جديد في القناتين فاضغط الرابط اصفل الشاشة لاني سأضع ان شاء الله رابط كل قناة اصفل كل الدروس لا تنسى الاشتراك واللايك شكرا جزيلا حظا محفقا وانتظركم قريبا لما تعمق لأنها كان فقط محفقا المستوى اول لكن اليوم سأتعمق سأتعمق لكم بعض اكتش قلات عن الأشخاص القناة ولكن سأتعلق عن الأشخاص الأشخاص اراجع الكلمات الأولى لذلك اراجع لأني سأتسأل لك وكما تستطيع ان تذكر حسنا حسنا ماذا هذا إذن سأتعمق هاكي 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 وكما تشاهده هاكي señor ميüy his eye is blue I and was this face a game face my face yes he has a big face a small face okay what's this or what are these teeth teeth if it's one tooth tooth I have a toothache I have a toothache it means pain LM I have a toothache too thick too thick too thick okay hit I face tooth teeth okay and what is this it's hair 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 okay I have a black hair he has a blonde hair how about this nose nose he has a short nose nose okay what about this nostril nostril there is something in your nostril it's really a shame sometimes you know someone tells you there is something in your nostril so pay attention but what about this what is this ear ear I have a earache earache I have earache okay I have an earache okay what is this chick chick I'll give you a kiss on your chick I'll kiss you on your chick chick yes chick okay head eye face teeth tooth hair nose nostril ear chick I want you to remember these words and try to practice how to darabhum we use them in examples okay let's continue what is this it's eye brow I brow I brow I brow I brow I brow my eyebrow and how about this I lashes I lashes I lashes I lashes I lashes I lashes I麻 eye my eyebrow and how about this I weirdest what is the ultimatebay發 again mouth what is inside our mouth we know that teeth or tooth and also there's a tongue 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 10右下 again my tongue my tongue hearts yes breathed usaci is eaten mitukly muni my tongue hearts listen it to uly muni my tongue hearts okay how about this II kilograms جنجيفة 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 or sometimes we call also gums gums same meaning okay how about these lips if it's one one my lip my lip but two lips lips okay so eyebrow eyelashes tongue gingiva gums mouth lips okay how about this eyelid if it's one plural eyelids eyelids my eyelids your eyelids how about this chest 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 and this chin 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 and this neck 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 throat i have a sore throat i have a sore throat 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 back back i have a back i have a back a back a back a back a back a back ear ek ear ek eeaces toothiq toothiq ok what is this shoulder shoulder my shoulder I will put it on my shoulder how about this arm arm or forearm okay what is this abdomen abdomen and this stomach 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 i have a stomach ache i have a stomach ache stomach ache stomach ache abdomen stomach abdomen stomach abdomen stomach okay what is this rest rest w is not pronounced is silent rest a sack leg again leg leg rookba knee knee key is silent yes is not pronounced لا ينطق is not pronounced knee leg knee rest الكاحل ankle ankle القدم foot لكن القدمين plural you can say feet فتقول football كرة قدم واحدة i need shoes for my feet i need shoes for my feet not for my foot not one you have to wear pair of shoes okay it's about the up to allу to all two too 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 to use اما اسمع اليد finger 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 woj점 fingers 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 okay again نعمل المراجعة مرة أخرى again wrist المعصم leg الساق knee الركبة ankle الكاحل feet قدمين أو الأقدام toes إصبع القدم إصبع القدم ماذا هو هذا؟ hand my hand Paul راحة اليد yes how about this do you need okay tell me thumb P is silent thumb thumb elbow elbow inside your eye داخل عينك iris iris القزحية طيب ون فخت thigh again thigh GH silent thigh طبو الفاق jaw again jaw jaw what is this? canine canine tiger has a sharp canine how about this? forehead forehead you have a big forehead waist waist نفس النطق لو تركزوا waist طب armpit 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 the last آخر شيء تقريبا اللي هو patics 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 or ass I hope you got benefit a lot of these words because you need to use them a lot in your life when you go to the doctor or everywhere you go so how to keep these words well كيف تتحفظ هذه الكلمة بشكل جيد you need to practice them how to practice them when you use them in sentences when you speak when you write if you write and use this vocabulary I think you will remember them حتتذكرهم but if you don't لو لا تستخدم هذه الكلمات if you don't use them you will lose them easy come easy go thank you very much for your listening that was Mr. Mouad if you are new in my channel you can press اضغط على تعال من جيزي ما مراد under the screen which is in front of you أسفل الشاشة التي أمامك you will see هاتس شاهد playlist قويمة التشغيل في العلا اضغط على قويمة التشغيل press on playlist you will see all levels level 1,2,3,4 start from your level ابدا من مستوك thank you very much for your listening that was Mr. Mouad talking to you good luck and see you soon goodbye hello everybody how are you I hope you are fine today we are going to study about pronunciation اليوم هندرس درس عن ألفت أو النطق هناك بعض الكلمات التي يوجد فيها حروف لا تنطق وهذه الكلمات أتعبت الكثير من الطلاب ونريد أن نسلط الضوء على بعض الكلمات لا نستطيع أن ندرس كل هذه الكلمات ولكن الكلمات الشائعة common يعني words الكلمات الشائعة التي عادتنا البعض ينطقها بشكل خاطئ ولا يعرف أن هذا الحرف لا ينطق البعض يسأني هل هناك قوانين محددة يا أستاذ مراد مثل هذه الكلمات في الحقيقة أنه لا يجد أحيانا أحيانا يجد قوانين وحيانا لا تجد قوانين وجاءت النطقة بهذا الشكل مع السنين كانت تنطق ومع الأيام أصبحت لا تنطق فهناك بعض الكلمات لها قوانين تحكمها وهناك بعض الكلمات حقيقة لا يجد لها قوانين فأنت اقرأها بهذا الشكل وتعود أن تقرأها دون أن تنطق الحرف الفلاني في آخر الكلمة ومع الأيام إن شاء الله هذا كل الذي يجد أنت صعب والبعض يهول الموضوع أنا متأقد هناك كلمات لا تنطق حروف بعضها لا تنطق لا 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 كل هذا ستتجاوزك المسألة مع الأيام ستكتسب كلمات أكثر وأكثر أنا أو غيري من المدرسين وغيرنا من الأمريكيين حتى البريطانيين في كلمات لا يعرف أن هناك بعض الحروف لا تنطق لأن هناك كلمات بحرية هناك كلمات إدارية هناك كلمات طبية هناك كلمات سياسية هناك كلمات لن نريد أن نضيع الوقت let's get started نبدأ مباشرة عندنا كلمات بسيطة مثل كلمة no وهي يعرف لا تنطق الكي هي قاعدة ثابتة يا سيد مرود قاعدة ثابتة الكي إذا يبعد إن الكي لا ينطق مثل أيضا كلمة net وهو ينسج وأيضا الكلمة هذه الكي لا ينطق مثل كلمة knowledge المعرفة أيضا knife السكين عندنا كلمات مثل أيضا should الإل لا ينطق في هذه الكلمات كاملة should walk talk could would أنا أنصحك أنك تعيد تنطقها مرة ثانية معي should walk talk could would would الإل لا ينطق would الجزيرة كلمة الجزيرة كما تلاحظوا تنطق island الإس لا ينطق لا يوجد قاعدة ثابتة ولكن لا ينطق هنا island أو في أيضا كلمة الممر تجدوها في بعض الحالة في بعض المباني تنطق is is هنا لا ينطق is is إذن island is 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 طبعا عندنا الكلمة التالية وهي day وكيف تنطق هذه الكلمة التي أمامك date date ال b إذا جاء بعدها t في الغالب وليس عموما عندما أخبرك على قاعدة معينة هناك ملاحظة البعض عندما أقول له إذا وجاء ال b بعدها t ال b لا ينطق يأخذ قاعدة 100% لا يوجد في الإنجليزية كامل ما هو 100% يأتي تسعين في المئة ثمانين بالمئة ولكن هناك exceptions there are exceptions هناك استثناءات date date الشك كيف تقرأ هذه الكلمة doubt doubt ال b لا ينطق نعم الفصيح أو الماهر نسميه ماذا subtle subtle وليس subtle لا subtle subtle جميل 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 حبة حبة step by step أيضا الكلمات هذه يسمع كلكم تعرفوها listen التي لا ينطق often التي لا ينطق وأحيانا في لهجات تنطق فيها الأوفن صحيح لكن في الغالب لا تنطق الأوفن soften soften هذه الكلمة وهي القلعة كيف تنطقها castle 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 وليست castle 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 علم النفس نقرأه psychology وليست p p لا ينطق psychology 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 وأخصائي علم النفس يسمى psychologist psychologist الكلمة التالية هو يتسلق البي هنا لا ينطق إذا جبعدها بي في الغالب البي لا ينطق هذه الكلمات ركزت أن البي لا ينطق فيها عندك الكلمة القاضي مثلا جج جج وليس الدي هنا لا ينطق لا تقول جج 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 يتعهد بلاج بلاج وليس بلاج 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 طبعا تعرف كلمة الكلمة التالية وهي الأربعة وانس دي وانس دي الدي لا ينطق وكلمة أيضا الساندويش سانويش سان ويتش قدي طنشه سانويش سانويش الوسيم هانسم 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 الكلمة التالية تعني قوم وتنطقها فوق فوق أقوام أول قوم الفلانيين السلمون بنقرأ نحن بالعربي سلمون لكنه بالانجليزي سيمون سي من سي من سي من الكلمة التالية هاف وهو نصف هاف باس تو ساعتين ونصف مثلا هاف الال لا ينطق الال كما خبرناكم لا ينطق في كثير من الكلمات مثل الووك والتوك والله هنا الكلمة التالية ساين وليس سايجين الجيل لا ينطق ساين يوقع أول تصميم ديزاين ديزاين عندنا هذه الكلمة مثلا ساك سيس ساك سيس خذ بالك أن السي إذا جاء بعده حرف متحرك الحرف المتحركة الثلاثة آي وإي وواي ينطق سي إذا لم تأتي هذه الحروف ينطق كاف فهنا في كلمة ساك سيس السي الأولى نطقة كاف ساك لأنه جاء بعدها سي فنطقة كاف لكن جاء بعدها اللي هو الإي ساك سيس هذه المعلومة الأولى المعلومة الثانية الاس اس أو تي تي أي حرفين في اللغة الإنجليزية ينطقوا حرف واحد لا تنطقها يعني مثل اللغة العربية نحن في اللغة العربية نقول تتألق تمام تتمشى ننطق الحرفين في الإنجليزية الحرف الواحد ينطق الحرفين ينطق حرف واحد حين يكون مشدد عندنا كلمات مثل كلمات مثلا issue issue ليه القضية والمسألة issue issue كيف نطقة؟ ركز عندك مثلا كلمة sure sure عندنا كلمات التي فيها يكون خفيف مثل interesting interesting هناك البعض يقول يعني في التعليقات يقول يا أستاذ مراد أنت نطقت الكلمة الثانية خطأ أو في هناك ملاحظة على الكلمة يا أخواني يا أخواتي يا أبناء عماتي اسمعوني الكلمات لها عدة أكسنت والأكسنت ما معنى أكسنت؟ الأكسنت هو معناتها اللهجة وما معنى اللهجة؟ هي الطريقة التي يتحدث بها قوم لغة معينة يعني أسلوبهم في الكلام فهناك لكنات أو لهجات أكسنت في أسترالي في كندي في أمريكي في بريطاني في يعني هناك عدة أكسنت فأنت قد تدرس أو قد تسمع في فيلم معين نطق هذه الكلمة ولم ينطقها بالشكل الذي سمعتم من الأستاذ مراد أو من الشخص الفلاني فليست بالضرورة أنه خطأ طيب أستاذ مراد وأنا كيف أحكم؟ في الغالب أفضل شيء عشان لا تتوه أنت في الموضوع ونجعله open مفتوح كل ما عليك عمله أنك تمشي على قاموس محدد فلنفترض أنه أنا مثلا بالنسبة لي أمشي على Cambridge Dictionary Cambridge Dictionary قاموس Dictionary هو يعطيني اللفظين البريطاني والأمريكي وأعتقد أنه it's enough يعني بالنسبة لي كافي قد أسمع بعض الكلمات مثل كلمة often كلمة هذه often هي تنطق بالأمريكي والبريطاني التي لا ينطق لكن هناك لهجات تنطق فيها التي لكن أنا سأكتفي بالبريطاني والأمريكي وسأمشي عليها لكن لو جاني شخص وقالي لا أنا سمعت often أقول له صحيح كلامك هناك لهجات تختلف لا نكون متزمتين ولا نأخذ الموضوع بجدية زيادة أو نتعصب هناك أصوات تختلف من شخص لشخص من امرأة لرجل من طريقة الهندية وكان الهندية طبعا يعني ليست مرجع نرجع له لكن هو أسلوبهم في النطق العرب لهم أسلوبهم الصينيين الكوريين يعني أنا أذكر أنا شفت مقطع في فيديو واحدة بتسأل واحد لا تستطيع أن تقول فهذه قدرتهم لا يستطيع أن ينطقوها فتعودوا على أن اللغة الإنجليزية أصبحت ليست فقط لغة بريطانيا وأمريكا وكندا لا اللغة الإنجليزية أصبحت لغة العالم فليست الأكسنت محتكر عليهم فقط أصبح الأكسنت الآن لغة العالم فأنت تفهمني وأنا أفهمك صحيح أنها كمرجع البريطانية والأمريكية ولكن لا يوجد إشكالية أن تنطق بلهجتك لكن لا تنطق بشكل خاطئ شكرا جزيلا لكم أراكم قريبا لا تنسى الاشتراك إذا كنت جديد في قناتي اضغط أسفل الشاشة التي أمامك تعلم الإنجليزي مع مراد ستظهر لك قوية التشغيل في الأعلى اضغط على قوية التشغيل ستظهر لك الفيديوهات السابقة المستوياء الأول والثاني والثالث والرابع هناك جميع المستويات ومرقمة مرتبة وتبدأ معك بشكل مرتب شكرا جزيلا ومنتظر إلى تعليقاتكم إذا أردتوا أن نشرح فيديوهات أخرى حظا موفقا أراكم قريبا مرحبا بكم إلى مراجعة ريفيوه للمستوى الرابع كما تعرفون درسنا الكثير وحقيقة كان قصدي أنه يكون هذا المستوى المستوى الرابع أن يكون فاصل ما بين المرحلة هذه والمرحلة القادمة يعني لابد قبل أن تذهب إلى المستوى الرابع قبل أن تذهب إلى المستوى الخامس تأكد أنك مستعد كيف أعرف كيف أعرف أنا سأذكر عنوين الدروس التي درسناها في المستوى الرابع وأنت تحاول أن تعمل جاهدا أو كل مبوسعك أنك تتأكد لتأكد أن تفهم أو لا إذا لا تستطيع أن تذهب إلى الدروس السابقة إذا كنت جديد في مستوى الرابع أو نهاية المستوى الرابع وشرحنا دروس سأذكرها الآن في هذا الفيديو إذا أردت أن تشاهد الفيديوهات السابقة يضغط أسفل الشاشة تعلم الإنجليزي مع مراد أسفل الشاشة التي أمامك ستظهر لك قويمة تشغيل من خلال قويمة تشغيل ستظهر لك إذا ضغطت عليها المستوى الأول والثاني والثالث والرابع ونحن الآن في المستوى الرابع وهذا المراجعة على المستوى الرابع وسأذكر أنا الدروس التي درسنا في المستوى الرابع وسأحاول أن أذكركم فيها سنشرح ولكن بشكل مختصر سأختصر الشرح قدر ما أستطيع نحن درسنا في المستوى الرابع كيف تتكلم في المطاعم كيف تتكلم عن أجابك كيف تتكلم عن رحلة كيف تتكلم عن الرحلة وتتمرن على هذا الموضوع أيضا نحن درسنا أيضا النطق الحروف التي تنطق والتي لا تنطق بعض الأصوات مثل S, H, C, H, P, H, G, H, F, H وأشياء كثيرة ارجع لها حتى تعرف ما هي هذه الأصوات واستطيت درسنا أيضا الظرف أو الحال اللي هو L, Y عندما تضيف للصفة يصبح ظرف وتستخدم الظرف حتى تصف حالة الفعل واستطيت أيضا درستكم أيضا كيف ممكن تحفظ 500 كلمة في 10 أيام أو أسبوعين يعني يعتمد عليك وذلك عن طريق أنك تستخرج اشتقاق الكلمة مثل Beautiful التي يعرفها الجميل أنها جميل جميل صفتها جميلة الفعل منها Beautify يجمل وBeautifully الظرف وBeautification التجميل وعلى هذا الحال يعني أنا تعمقت في هذا الموضوع في أكثر من درس في هذا المستوى وأنا أعرف أنه أنت You are in a need أنت بحاجة لمثل هذه المعلومات درسنا Proposition حروف الجر ولكن ليس حروف الجر التي نعرفها in or no at فقط لا نحن درسنا حروف الجر التي تأتي مع كلمات معينة مثل Married to متزوج به Afraid تأتي مع ماذا Afraid of Good Good at Interested مهتم Interested تأتي مع حرف الجر In Different تأتي مع from ولا Different to مختلف عن وعلى هذا الحال كانت موضوع كثير لا أستطيع أن أذكر كل الدروس في وقت واحد ولكن أساعدك أني أحفزك أنك تسترجع هذه الدروس وتتأكد هل أنت مستوعب لها أو تعود إليها حتى تشاهد مرة أخرى أخذنا أيضا السر الذي سيجعل تتحدث اللغة الإنجليزية في عشر أيام وكان هذا كان تقريباً الجزء الرابع والخامس مما يعني أن أنا في المستويات السابقة أنزلت عدة فيديوهات في كل فيديو كنت أعطيك السر الذي تتحدث فيه اللغة الإنجليزية بأسرع وقت ممكن في خلال عشر أيام ممكن نعم أن تستطيع أن تتحدث اللغة الإنجليزية عن طريق أنك تحول السؤال إلى عدة أشكال فتحفظ عشرين سؤال مثلا وتحول كل سؤال إلى عشر أشكال فيصبح معك ما يقارب مئتين سؤال أو حتى تحول كل سؤال مثلا ما رأيك بباريس ممكن تغير باريس إلى ما رأيك بسيارتي ما رأيك بصديقي يعني لو غيرت يعني حفظ عشرين سؤال وغيرت كل سؤال إلى عشر أسئلة أنت على الأقل معك مئة سؤال وأنا نزلت عدة أجزاء فأنت تقريبا على الأقل ممكن تخرج بمئتين ترتمائة سؤال من خلال هذه الأجزاء في المستوىات السابقة اكتب فقط في اليوتيوب السر الذي سيجعلك تتحدث في العقل الإنجليز في عشر يوم مع مراد وسيظهر لك الدرس أيضا تركزنا على الكتاب أيضا في هذا المستوى كيف أنك تحترف الكتابة كيف تكون جمل وتربط الجمل قعدة الف ركست عليها في هذا الفيديو وفي هذا المستوى أقصد المستوى الرابع وأخذنا عدة أنواع لو كنت أنا مكانك لو أنت ستذهب إلى If you go to London I will go with you If you went لو ذهبت I would go المضارع والماضي من الف ولو كنت كذا أيضا أخذنا أيضا كيف تطلب وكيف تستأذن وكيف تقترح وكيف تنصح كل هذه موجودة في المستوى الرابع التي أغلب الناس لا يعرفوا أنها تعني أنا كنت أنا كنت أعمل أشياء هذا الزمان ثم توقفت عنه يعني عادات كنا نعملها في الماضي كنت متعود على التدخين وتاب الله علي الحمد لله لم أعد أدخن وأخذنا أنواع التي حيرت كثير من الناس وما يعرفونها معنا أنا تحدثت عن متى تأتي البن مع الهب وكيف تستخدمها عدة أنواع أشهر العبارات أنزلت عدة فيديوهات لو جمعتها أنت في ورقة أمامك أشهر العبارات والحوارات أو في دروس أتحداك في عشرين دقيقة أنت لو جمعت لك مجموعة عبارات مش كلمات تحدثت التي يجب أن يجمع كلمات ويحاول أن يحفظها الكلمات الكلمات ليس تفيدك التي تفيدك فعلاً وحقيقة وتشعر بالفرق أنك تجمع العبارات التي أنا أقولها من فيديو إلى فيديو في جميع لو جمعت لك مثلاً مجموعة من العبارات هذه وحفظتها وقمت استخدمتها مع زملائك في الحياة خلاص أو تستخدمها مع أي شخص في المطعم في السفر في الفندق في أي مكان تكون كافية جداً تحدثت عن الفرق ما بين الماضي البسيط والتام وتكلمت عليه والفرق ما بين الماضي المستمر والماضي البسيط وقلت كيف تقول الفرق ما بين I played I was playing I watched TV I was watching TV متى تقول هذا ومتى تقول هذا تحدثت على المعدود وغير المعدود في مستوى الرابع how many how much a few a little few a little too much too many هذه كانت جداً نستخدمها too much نستخدمها كثيراً في اللغة الإنجليزية الآن التي كثير من الناس لا يعرف معناها ولا يعرف كيف يستخدمها ذكرت تقريباً جميع أنواعها وsome وany وsome وsomething وanybody وanyone هذه كلها كانت موجودة في المستوى الرابع المضارع التام المستمر اللي معاه أيضاً معه فور وسينس وشرحنا الفور والسينس اللي وحدها وأعتقدنا قطع قراءة وطلبت منك أنك تحاول تقرأها مرة أخرى وتحويل الفعل إلى الاسم وتحويل الاسم إلى الصفة عن طريق إضافة الشين والمنت والنس وإضافة هذه الأشياء كلها موجودة في مستوى الرابع راجع نفسك أخذنا الفرق ما بين الذا اللي قال والآ والآن الآ والآن فركز أنت هل أنت مستعد وفاهم الفرق ما بينهم طرق التمليك جميع طرق التمليك في اللغة الإنجليزية ذكرتها في فيديو استخدام أي كلمة أعطتك مجموعة من الكلمات اللي قد تكون جديدة للبعض كيف تستخدم إن وجدت لك كلمة جديدة كيف ممكن تستخدمها في اللغة الإنجليزية أخذنا درس قوي جدا وهو الذات والويتش كنت أنا أريد أن أجل المستوى الخامس لكن وجدت أنه مناسب جدا أنك تأخذ عنه فكرة ثم سنأخذ نفس الدرس هذا مع التعمق مع كلمة وير وهوز وهوم وهذا الدرس موجود اسمه الأسماء الموصولة أخذنا جسم الإنسان بشكل خارجي جسم الإنسان بشكل كامل تقريبا الجفن والرموش والوسط وكل شيء فحاول أن تراجع هذه الدروس أنا سأعطيك اختبار سأعطيك اختبار سأعطيك امتحان حتى نتأكد أن أنت استوعبت هذه المواضيع أو هذه الدروس إن شاء الله قريبا يعني احتمال tomorrow or after tomorrow إنت get ready يعني استعد وستجد الفيديو إما القادم أو التقريبا إن شاء الله يمكن أن يكون الفيديو القادم هو الاختبار لكن أنا أعطيك فرصة أن تذاكر get ready جهز نفسك good luck حظ المفقق and see you soon أراكم قريبا good bye bye اشتركوا في القناة مرحبا بكم الى الدرس الاخير لامتحان النهائي للمستوى الرابع اذا انت جديد في القناة وتستغرب من الذي تشاهده الان هذا امتحان لدروس انا سبقت وشرحتها في المستوى الرابع اذا اردت انك تجرب وتحاول ان يعني مستواك تشوف مستواك وتحاول ان تجيب على هذه الاسئلة اما بالنسبة لطلاب السابقين فهذا الامتحان هو امامكم استخدم الكلمات التالية التي امامكم وانا لماذا عادة اصر على مثل هذه الطرق لانه باختصار انت اذا عرفت ان تستخدم مثلا كلمة as فانت بكل بساطة فاهم هذه الكلمة انا ممكن اعطيك اياها في اختيارات ممكن اعطيك اياها في طريقة ثانية لكن من خبرتي هذه افضل طريقة تؤكد انك فعلا بتعرف تستخدم هذه الكلمة فانت فاهمها انا اعطيتك importance تعرف تستخدمها في جملة خلاص مئة في المئة هنشرح لك هنشرح لك في الاخير نهاية الشرح انك تعرف تستخدم كل درس او كل كلمة طبعا كل درس كل كلمة من هذه اعتبر عبارة عن درس يعني عندك politeness الادب beautify هذا الفعل من beautiful لا يعني انا مش حابة يشرح الدرس او يشرح الاختبار لكن خد بالك وحاول انك انت تراجع دروسك السابقة اذا انت وجدت انك انت لم تتمكن من اجابة هذه الاسئلة فبعنا كيف اتأكد يا استاذ مراد انه انا مثلا انت طلبت مني اني اعطيك جملة في الشد كيف اعرف انت لو رجعت الدروس السابقة ستجد ان الشد من المواضيع اللي كيف تنصح وكيف تطلب وكيف راجع الدروس السابقة كيف اعرف educational educational هي الصفة من education وهذه من اشتقاق الكلمات انت راجع الدروس السابقة وستكتشف اخطائك بنفسك طيب انا استاذ مراد سادخل هذه كلها في جمل ولا في اسئلة جملة sentence or question or negative جملة سؤال نفي whatever no problem ما عندي شيء مشكلة فقط حاول انك انت تستخدمها بشكل صحيح طيب جميل من يصحح لي انا صححي نفسك انا مش اقدر صحح انا بآلاف طيب كيف اتأكد ان جملة صحيحة كما اخبرتك اذا رجعت دروسي ستكتشفها واذا عندك شخص معين ممكن انه يعني يساعدك why not واذا انت ايضا تريد انك انت تكتب لي في التعليقات البعض اكتب نماذج وانا اصحح بعض الاحيان احيانا يعني اقوم بتصحيح بعض النماذج في التعليقات البعض يستفيد من اللي انا صححت لهم يعني البعض يكتب واخطأ فانا اقول له انت اخطأت في كذا اخطأت في كذا فيستفيد الطلاب يعني انسان حاول ان اتعاون عليها يعني ان شاء الله don't worry لكن لابد ان تجرب لابد ان انت give it a try حاول خذ الموضوع seriously بجدية هذا الجزء الاول وكما عودتكم الجزء الثاني سيكون في الوصف اين الوصف هذا يا سيد مراد اسفل الشاشة التي امامك ستجد في الوصف او ممكن سأضعها حتى في التعليقات واثبت في التعليق الاول طيب جميل ما هو السؤال هذا سيأتي اليك اما يكون ترجمة واما تكون اشياء جديدة سيجعل لكم ينفاجئ good luck اتمنى ان تكونوا مستعدين للمستوى الثاني او الخامس لا تنتقل المستوى الخامس ما لم تكن متمكن من المستوى الرابع طيب يا سيد مراد انا اذا 50 50 50 يعني نص هذا انا جبت عليه والنصف الاخر يعني بصراحة اخطاء ما فيش مشكلة تنتقل معايا لكن اهم شيء ما يكونش اقل من 50% انا كثر دروس في المستوى الرابع حقيقة ولكن خذب عليك ان المستوى الخامس هيكون مراجعة للمستوى الاول والثاني والثالث والرابع كلهم هيتم مراجعتهم لانه هنا هتكون مرحلة جديدة شكرا جزيلا لكم واتمنى لكم التوفيق النجاح اذا عندكم اي تعليقات او اي طلبات اكتبوا لي انا بدات هذه الفترة ساقرأ تقريبا معظم التعليقات شكرا جزيلا ولا تنسوا الاشتراك واللي حاب ان هو يشاهد الفيديوهات السابقة يضغط على تعلم انجليز مع مرضة التي اسهل الشاشة التي امامك ستظهر لك قويمة تشغيل من خلال قويمة تشغيل ستظهر لك المستويات الاول والثاني والثالث والرابع غير المستويات انا في دروس نزلتها مجموعة دروس هي ستظهر لك مرقمة ولكن غير مرتبة المرتبة هي المستوي الاول والثاني والثالث والرابع يعني اذا دخلت على المستوي الاول شكرا جزيلا لكم وتمنى لكم التوفيق والنجاح والى الفي ان شاء الله جيد لك شكرا